I am Polygroid and you are learning at Impolygroid Channel. Enjoy and have a great time. لكن لحاولت حل الخلافات بدلا من تأجيجها يمكنك ان تكون وسيط الخير لكن فاصلة ان كنا سنؤجب الخلاف اكثر فسيدر بنا جميعا رب منسل زوج دي جيه بليس حضرت مفاجأة لي دانيا وكنت اتحين الوقت مناسب للكشف عن مفاجأتي رجل أعمال للأسف قطعت بالحديث عن مشكلة زين لكن أولا اقرأي البطاق للصدق لم أهتم بشيء لم يهمني سوى أن تكون دانيا بخير شعرت بالذنب في استحاب دانيا إلى مكتب زين حدث مكروه لها ويجب أن أعتذر فاصلة إلى أعز صديقاتي دانيا لا أستطيع تغيير ما حدث ومع ذلك كل ما أعدك به فاصلة حقيقة أنه كتب إل أعز صديقاتي وأعلم ما خطه وأريدك أن تعرفي أنني أساندك تأثرت كثيرا لاعترافه بذلك أقسم إن هذا الخطاب يجعلني أنفع للغاية لأنه يظهر مدى صدقه كصديق لي أنت في غاية لطف يا إبراهيم عندما التقيت بك ذكرتني بأختي أشكرك يا إبراهيم لم أرد أن تنزعج دانيا لذلك حضرت لها مفاجأة للتأكيد على صداقتنا وتكريمها تمادى الخلاف كثيرا وصار الوضع مزعجا لا أحب ذلك بليس إنسان مستقل يحدد خياراته زوج صفا فاصلة لا يأتمر بكلام زوجته بخصوص صداقته بأحدهم من عدمها لا يحق لصفا أن تأتي إلى هنا وتهاجم زوجتي بذلك الشك أعلم أن المسألة تخص صديقتها بالنسبة إلي يستحيل على صفا أن تتهاون مع انتقاد الآخرين لها تصدر من إبراهيم الكثير من التعليقات المهين فاصلة يظن أنه فطن لكنه لا يفهم مدى فداح الموقف الذي يورط نفسه فيه جئنا لأجل بليس وهذا ما يهم لا أريد أي خلافات أو طرها لا أريد أي من هذا يجب أن لا ندع هذا يؤثر على علاقاتنا الشخصي لذلك نحن على وفا فهد يجيد الحفاظ على الاحترام بينه وبين الآخرين سيدافع عن زوجته بالتأكيد وأحترمه لذلك لكن حمدا لله أنني وافهنت ما زلنا على وفاق الأحداث التي جرت على اليخ كانت سخيفة في نظري شخصية مجتمع أثيرت عدة خلافات لم أكن في مزاج يسمح بذلك هل تريد نصيحتي؟ أجل حل الخلاف مع زين هيا بنا أنصحك بهذا كصديقتك اسعى للسلام ليتك أخبرتني بذلك يوم أمس لم نتحدث مطولا في الموضوع كان يجب عليك ذلك حسنا سنتحدث لاحقا أعطني بنفسك تود الجي لعب التنس منذ فترة طويل فاصلة أفض كرة السل لكنني وأفقت على الذهاب معها مدير شركة عقاري وصلت إلى هناك وقابلت المدرب فورا هذه أول مرة لي أول مرة في لعبي التنس أمامك خمس دقائق لتجعلني أبدو محترف لأن ألفة التي ستأتي تنافسي جدا رائع أحب لعب التنس لا أشعر معه بالوقت يمكنني أن ألعب لساعات دون ملل مرحبا مرحبا هل جت لهزيمتي؟ إنها أول مرة لي هل تستسلمين؟ إنها أول مرة لي خرجت حسنا ركزي يا زين حسنا أرسلت لي صفا رسال أثناء وجودها على اليخ تدافع عنك بشراس تساندك أخبروني أنك لست قوية في لعب التنس فقط بل في اتخاذ موقف أيضا يمكنك قول ذلك هذا ما أعرفه أتعلمين يا زين؟ ماذا يا عزيزتي؟ كنت لئيمة إلى حد ما معه إبراهيم هل أنت مقتنعة بما قلته؟ كنت أتحدث بالمنطق اتخذت موقفا وكنت أدافع عن الحق أيمكن لأحد أن يعتقد أنه جاء لشراء الشركة حقنا كان عذرا ليدخل إلى مكتبي الجيه لم تدافعني لأنني صدقتها لذلك أظن أنها كانت لتتخذ الموقف نفسه لأجلي أو لأجلي غيري زاد هذا من احترامي لها للصدق ما كان يجب أن تذهبي إلى مكتبه أقصد المقه إنه مكان عم جلبت هذا على نفسك هل كان يجب أن أصحبه إلى مقهى آخر؟ والفرق أن ما قلنا لا يقارن بما قاله هو أخطأ إبراهيم في تصرفه وأخطأت زين وصفا في تصرفهما وكنت أقول للحق فاصلة إن لم ندافع عن الحق فهذا يعني أنه لا صوت لنا وأنا صاحب صوت قوي هل ستحضرين حفلة فرحان؟ لست متأكدة بعد أفكر في الموضوع سألت زين إن كانت ستحضر حفل عيد ميلادي ابن فرحان ربما يكون هناك بعض التوتر في علاقتهما رأيت أنه يجب أن تحضر هل يجب أن أذهب في رأيك؟ لم لا لست على خلاف مع فرحان مطلقا سوينا خلافاتنا ونحن على ما يرام لست متأكدة إن كانت سأحضر حفل عيد ميلاد أيدن ابن فرحان بسبب دانيان وإبراهيم سأرى ما يمكنني فعله أحسنت يا زين أنا منهكة أحسنت أيها المدرب أشكرك يا إيزي أحسنت مرحبا 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 كيف حالك؟ بخير دعوت الفتيات اليوم لأطمئن على أخبارهم انتظرت وصول الجميع حتى أخبرهم بسبب اجتماعنا اليوم فاصلة بما أن يوم المرأة الوطنية اقترب كنت أخطط لفعالية رائعة إن شاء الله إنه مزاد لدعم النساء في بد التعليم هذا جيد جدا واليوم سنتعاون مع جمعي دبي للعطاء لأنهم يدعمون تعليم الفتيات في كل أنحاء العالم يمكن في ذلك اليوم أن نحدث تغييرا ملموسا وليس بالكلام فقط سيوجه المكسب لدعم تعليم الفتيات في الدول الفقير وهذه أهم نقطة يجب أن ندعم الصغيرات بالطبع ونبدأ بالتعليم سيكون حفل جمع تبرعات واستعددنا لذلك القضية نبيل خطيب كريس فايل يجب أن نساعد في تمكين النساء إنها قضية نبيل تدعمها ماذا تودين منا؟ تقديم الحفل أم المزايدة؟ يجب أن تتبرع كل واحد منا من غرض من خزانتها غرض قيم فاصلة ومن لا تستطيع التبرع مما لديها يمكنها أن تشتري شيئا ما لكن عادة ما يتم التبرع بشيء نفيس فكرة رائع أنا معك تحمست كثيرا لأنني أحب الأعمال الإنساني وأعتقد أن فعل الخير يجلب السعادة الحقيقي هذا رائع فاصلة قضية تمكين النساء رائع لأنني أرى أن النساء يجب أن يساعدن غيرهن في التمكين ويدعمن بعضهن البعض نهمل أحيانا حتى عصرنا هذا لصالح الرجال أجل النساء العربيات الأقوى والأذكى من بين نساء العالم لأننا نتمتع بالثقة لطالما نصحتني أمي بأن لا أعتمد على رجل بالطبع أمي لأن الرجال لا يعتمد عليهم بلازو فرزاتشي فاصلة اليوم هو عيد ميلاد أيد سيتم السادس وحضت حفلا مميزا للغاية لأجله مؤثرة ستجري جلسة تصوير ومراسم تقطيعك ثم سيلي ذلك الحفل ودعوت الجميع اليوم يمكننا التقط بعض الصور الفردية الآن مرحبا مرحبا كيف حالكما مرحبا أحضرنا لك هدي أشكر قبلهما مرحبا مرحبا هذا ضريف للغاية مرحبا جميعا مرحبا مرحبا يا أخي لا تهمني صفا بالمرة ألقي التحية على فهد لكنني لم التفت لي صفا لا أعلم أن كانت زين ستحضر شعرت بحرج بالغ للتواجد في مكان واحد مع إبراهيم ودانيان بعد أحداث اليخت ولم أنظر نحوهما لا أعترف بوجود صفا حتى انضم إلينا والد أيد زوجي والسابق سيظل موجودا في حياتي أشكرك على الدعوة أقدر ذلك زوجي السابق أشكرك على الحضور على الرحم فاصلة أجل لكن بعد هذا الحفل أظن أنني سأراك في عيد ميلاده القادم فاصلة لا أقول إنني مغرم به لكنني لم أتخط علاقتي به بالكام فاصلة لكن العامين الماضيين كان عصيبين ومسومين ولا أظن أنني أود العودة إلى العلاقة القديم أيد ابتسم ابتسم أنا سعيد بوصولنا إلى مرحلة تمكننا من التشارك في تربية ابننا بطريقة متحضر أبي أبي أحبك أحبك أكثر من أكثر من أمي أمي أجل عانقني أيضا أيد هيا حلقات الورود جيب مليء بالزهور فاصلة حلقات الورود جيب مليء بالزهور إلى أسفل إلى أسفل إنه عيد ميلاد ابني إنها الشرير شعرت بأن الغرفة فرغت من أطا من تكون من تكون؟ كيف حالك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أظن أنها كرويلا ديفيل عجباً هذه هي زين ولم يعجبني مظهرها بتات تساءلت عن من تكونين أحب شعرك ظننت أن الغازين لا تحب فاصلة الحفلات التي يرتبها رعا وأظن أنها لا تمانع التسكع مع شهير على مواقع التواصل والتسكع مع مؤثرين آخرين في عيد ميلاد أظن أنها استمتعت بالحفل تسعى لجذب الانتباه أنت مدعو إلى حفل عيد ميلاد طفل تمالكي أعصابك تمالكي أعصابك لا يهمني وجود دانيان وإبراهيم من عدمه هناك مجموعة أصدقاء حولي وهؤلاء من ذهبت لرؤيتهم حسناً يا رفاق حان الوقت للذهاب إلى حفل المسبح ست عيد ميلاد سعيداً دعتنا فرحان إلى حفل عيد ميلاد ابنها أنا وباسل وابنتاه لتين ولأرين عندما أتواجد في مكان يضم الأطفال أعود إلى طفولتي على الفور للنقل هذا عند ثلاث واحد اثنان ثلاث عيد ميلاد سعيداً يا أيد دبي مدينة صغيرة جداً وتنتقل للأخبار سريعاً سمعت عن أحداث اليخ وسمعت أنك أديت دوراً طولياً لم أحاول أن أكون بطل كانت أقول رأي رأيت أن ما حدث كان ظلماً ولم أستطع السكوت عنه هل تحدثت معهما منذ ذلك الحين أجل بشكل عابر أخبرتهم أنكم أخطأتما أيضاً أخطأتما بالذهاب إلى مقهى إبراهيم مجيئه إلى مكتبي كان رداً على ذهابي من وجهة نظره لكنه تماد كثيراً اقتربوا جميعاً راحت زين تقول أشياء عني مثل أنني أعقد صفقات لشراء القهوة والكروسون بينهما هي تعقد صفقات بالملايين فاصلة لا أعلم ملايين أو مليارات في بيع العقارات ألا تظن أنه يمكنك أن تكون الأكثر عقلاني وتصالحها يجب أن تعتذري دانياً أولاً لا يهمني أعلم أنك صديق مخلص لي وحتى إن ذهبت وتحدثت معها فلن يزعجني ذلك أريدك أن تتخذ هذا القرار حسب رغبتك لنفكر في الأمر ونرى كيف ستجري الأمور لكنني لا أريد اتخاذ قرار الآن لا أظن أنه على إبراهيم الذهاب للاعتذار لإزين فاصلة تريد خديج أن يكون الكل على وفاة لكنها لا تعلم مدى الشر في داخلهما عيد ميلاد سعيداً لك عيد ميلاد سعيداً لك جاء إبراهيم وقال لي أن الأطفال رائعون لأنهم لا يضمرون الضغاء شعرت بأنه يريد توصيل رسالة لكي تسمعها هل زين مستعد لقبول اعتذاره إن اعتذر؟ أم أن الموضوع صار منتهياً؟ ولا تزال غاضب منه؟ عيد ميلاد سعيداً لك أحسنت نملك شركة للوجبات الخفيف وكنا نعقد اجتماعناً مهماً قبل زفافنا برايانا هي مدير العمليات دورها مهم ولقد حصلت على هذا الدور لأنني أثق بها سيأتي الرفاق في خلال عشر دقائق لحضور ذلك الاجتماع أيمكننا أن نجمع؟ عشر دقائق لقد أخبرت ماذا؟ لدي موعد لتذوق أطعم الزفاف قائم الأطعم وصلتني ليلة أمس ألغي الموعد لا يمكنني إلغاؤه يتولى كريس عدة مهم دفعة واحد لكننا شخصان مختلفين ولا أجيد القيم بعدة مهم في آن واحد مثله أعطيت للزفاف الأولوي تم حجز هذا الموعد قبل 24 يوماً حاولنا أن نجتمع بهم لفترة طويل وسنجتمع بهم أخيراً وأنك ماذا لديك؟ موعد تذوق الأطعم انسي ذلك قائم الطعام لا بأس ماذا تقول؟ زفافنا سيكون الطعام طيباً متى يحين موعد زفافنا؟ في خلال أيام في الواقع يجب أن أحضر موعد تذوق الأطعم لن ألغيه أرسلي منظمة الزفاف لماذا يجب علينا تذوق الطعام؟ عم تتحدث ليس زفافها إنه زفافنا لن أطلب من منظمة الزفاف تذوق الطعام الزفاف هو أولويتي إنها المهمة التي تستحوذ كل وقتي الآن زفافنا مهم سيحدث مرة واحد لدينا أيمكنني أن أقول شيئاً الفريق بكامله موجود هنا أجل أريدك أن تحضري الاجتماع أنت تعملين معنا لا يخصني العمل وحدي لكن لن تنهر الشرك سيكون الطعام طيباً فاصلة على قدر ترقبي لعقد الزفاف وتحمسي لذلك لكنني أتمنى أن ينتهي في أسرع وقت لديها مهم أكثر إلحاحاً تنفذها للزفاف لكن رأيي هو أن عملنا هو ما يسمح لنا بعيش هذه الحياة الجميلة في دبي أنا مجهدة ومتعبة تعلم أنني أعاني من الأرأ فاصلة بسبب كثرة شغالاتي الآن وأنت تلح علي بسبب العمل والإدار فاصلة وهذا يسبب ضغطاً هائلاً علي يوجد فيني النوم أريد أن تشاركيني العمل هذه رحلتنا يكتهد كثيراً في العمل ويضغط علي فاصلة ظنى منه أنني سأكتهد مثله لكنني لا أستطيع أريد أن يكون الزفاف مثالياً يجب أن أصب فيه كل تركيزي في الوقت الحالي ماذا سيحدث عندما ننجد في أحد الأيام إن شاءت الأقدار ماذا ما هذا ما علاقة هذا بأي شيء أحاول فهم يا للعجب هل يجب أن نخطط الآن هل سيعود هذا الجدال عندما تحملين سيستهلك الطفل كل وقتي أيضاً هذا ما أقوله كونها أمان غير عامل أعتقد أنه سيؤثر عليها في النهاي أظن أنه يجب أن تحافظ على طموحها هل ستتمكن من تولي المهمتين لا أعلم في كل مناسبة مهم زفاف فاصلة الزفاف مرحلة محورية في حياتنا إنجاب طفل أتريد مني أن أعمل أثناء خضي للمخاض أظن أنه كان يتمال هذا مزعي أتمنى أن يرى كل للمجهود الذي أبذله في تحضير الزفاف لا أعلم لماذا يظن أنني إمرأة خارق تستطيع تنفيذ ملايين المهم أخبرتك أن هذه أولويتي وداعاً بالمناسبة سيحين موعد الزفاف بعد أسبوعين أجل أعرف أنا من يدفع التكاليف لا أظن أنها تدرك مدة خطور الموقف لأنها تظن أن الزفاف أهم من أي شيء يجب أن لا يتخذ الزفاف الأولوي على عملنا لم يسرني ذلك أزعجني كثيراً اكتشفت أننا لجين تحب العقارات والاستثمار فيها لذلك دعوتها لمعينة بناء حصري لشركتي يجب أن تري هذا البناء هل تخشين المرتفعات؟ كلا الرائع هو أنني عدت الكثير من التفاصيل عندما توليت المشروع أشعر بالفخر نحو النساء أمثال زين وأحب أن أشجع انتبهي لخطواتك حسناً نحن في الطابق الاثنين أربع تتكون البناية من ثلاثون طابقاً رائع حسناً الإطلالة رائع إنها مدهشة من هنا احترسي أرجوك لا تقلقي إن أمسك بهذا سأسقط معك ستسقطين وسأظل أنا يعتقد الناس أن الرجال هم أكثر المشتغلين بالعقارات بالطبع لا مؤخراً صارت النسبة متساوي بين الرجال والنساء لم أكن أعلم أنك مهتم بالعقارات أحب هذا المجال أحسنت أحب مجال العقارات إنه يمنح الاستقرار المالي ويمنح النساء إحساساً بالأمان ولذلك أشجع النساء دائماً على خوب مجال العقارات دون خوف هل سنعين المخططات الآن؟ ثم نجلب صفاً وفرحان أجل بمناسبة ذكر فرحان سنتشاجر من جديد كلا لن نتشاجر لا للخلافات بالمناسبة في عيد ميلاد ابن فرحان فاصلة عندما جاء إبراهيم للتحدث معي قال إن الرائع في الأطفال أنهم لا يضمرون الضغاء وينسون ويغفرون شعرت بأنها رسالة مبطنة موجهة لك لم يعتذر كي أغفر له بعض الناس لا يمكنهم الاعتذار مباشرة لذلك يبادرون بأي لفتة لطيف للإشارة إلى اعترافهم بغلطتهم وندمهم على أفعالهم لكنني شعرت بأن في قلبه ني للخير ما يهمني أكثر من الاعتذار أن تكون النوايا صادق آمل ذلك هل يجب أن أغفر له إن اعتذر في رأيك يغفر المر لكنه لا ينس ومن الأفضل إن كانت تودين الإبقاء على هذه العلاقة أن تجلسوا معا لتتحدثوا يقولون الاعتذار من شيام الكبار لكن لا يسعني سوى الحكم فاصلة على الأمور من ظاهرها وما سيحدث في المستقبل هو في علم الله آمل أن تحل الخلافات يعود القرار لك في النهاي لكنني أعرفك ستغفرين العطف يجلب لي الشقاء هذه نقطة ضعفي هل تحتاج إلى مساعدة؟ أجل يا عزيزي والداي جورد وغيلدة ويقولان إنني ودبي نمنحهما الحيوي إنهما يستمتعان بوقتهما هنا ما اثتقدته بعد مغادرة أستراليا والقدوم إلى هنا والد كريس فايل قبل أربع عشر عاما هو طهو شهية طيبة يا عزيزي يا رفيقي كريس هل الطعام جاهز؟ أجل إنه جاهز والد كريس هل تريداني الطعام؟ هل توداني الأكل؟ أجل من فضلك نحن جائعتان لاحظت أن بري لا تقوم بالطهو بريانا تطهو أجل في البداية سنقدم شطائر محمصة أتظنين أنها يجب أن تكون لبناني؟ فلافل ثلاثل وحمص فاصلة بعد حضور موعد تذوق الطعام فاصلة ولأن أصولنا من ثقافتين وعادات مختلف فاصلة أنا مكسيكي وهو لبناني أردت أن أعرف رأي غيلدة في قائمة الطعام التي تمثلك لينا الكبة الني لحم ني لحم ني حسنا هل هذا عادي؟ هل هو طبق تقليدي؟ أجل يقدمونه في شكل مقبلات لحم ني حسنا التبولة لا أكترث لهذا لكن التبولة أهم طبق يجب أن نراعي النباتيين صحيح والذين لا يأكلون إغلوتين رائع يشعرني هذا بالجوع أعلم أنا جائع جدا أنا جائع جدا الملكة والأمير وصل الطعام يا لحسن حظنا كنا نتناقش في إمكاني حضورك صف للطهو أجل أعلم أحضرت المحارم تحدثنا عن الدخول التقليدي تختلف آراؤنا في ذلك أنت تريد الزفة وأنا أريد فرقة مارياتشي في الأعراس المكسيكي أريدهما معا وهذا ما سيحدث عرفت كيف سيتم الأمر حسنا لكن أرى أن هذه فكرة مذهلة أيضا وهي أن تدخلي مع فرقة مارياتشي فاصلة حتى تصلي إلى المرقص ثم تبدأ الزف فأدخل أنا وأذهب إلي سأذهب للقاء زوجتي على المرقص أجل لكن ماذا يفترض بفعله وأنا أقف وحدي لا أعلم ماذا أفعل امشي إلى أين إلى المرقص لأفعل ماذا أيتها المسكين الأيام التي تسبق الزفاف سألف شعري حول عنقي هذا عذاب وأدركت أنها لا تطيق كلمة مني ما يجب أن يحدث في رأيي يجب أن ينطلق أولا تعزف الموسيق ثم أدخل وسينتبه الناس لمن يدخل ثم بريانا ثم ادخل أنا أجل أحب ذلك لن يمشو أجل أفضل ذلك هذه طبيعة أمي هذا أسلوبها طوال الوقت تدافع عن رأيها بحد أنت الملكة كلا وهم يسيرون خلفك ويعزفون طلبا رأي هناك أسس للتقاليم لم يتبع أي منها هذا ما يجب أن يكون في رأي كلا بل إنه زفافي كلا فاصلة لست متمسكة بشدة بالتقاليم فاصلة لكن يجب أن يسلمها أبوها وبعد ذلك يجب أن يدخل معها إلى القاع فاصلة بمجرد أن تدخل وتصلي إلى المرقص تقفين فحسب تطفئ الأنوار يعم الصم ثم هذا ما سيحدث سأدخل وسأنزع قميصي هل ستنزع قميصك؟ أجل هل أنت جد؟ أنا أمزح لن أخلع قميصي سيحدث هذا ستشاهد هذا وأعلم أنها ستحبه اسمعني أنا أسمعك اسمع لا أمك كلا لا تسمعني هل أسب لك الصداع؟ أجل حسنا تسبل المحادثة الصداع يريد أن تتم الأمور على طريقته لكنني نصحته بما أعرف وإما أن يعمل بها أو يتجاهلها أين ستجلس عائلتي؟ هنا حسنا أين خشب المسرح؟ دعني أر أمي لا نحتاج إليك الآن أحبك كثيرا أعلم لا أظن أنك كلا لا تسترقي النظر ستذهب لجين لإحضار أمها من البحرين لقضاء إجازة في دبي ودعتني أنا وصفا في الرحلة معها مرحبا مرحبا عزيزتي قررنا أن نذهب إلى البحرين اليوم مع صفا وزين وباسل وابنتيه وماز لنحضر أمي لتقضي أسبوعا معي هل أنت متحمسة لرؤية أمك؟ تحمسنا كثيرا للذهاب معها لإحضار أمها كم تستغرق الرحل؟ أقل من ساعة 45 دقيقة رائع هل أنت متحمست؟ أجل هذا ضريف أشتق لأمي هذا ضريف معذرة أريد الذهاب إلى الحمام هل قابلت الجيه مجددا؟ بعد عيد ميلاد ابن فرحان كلا كلا حسنا هل قابلتها؟ كلا لأنني متحيرة بسبب أمر ما على قدر حماستي لموضوع أمها أجل اتصلت بها لكي أؤكد على حضورها وكنا سنحتفل جميعا لكن طرأ طارئ ولن تأتي هذا محزن للغاية أجل ولا أعرف كيف أخبر الجيه فاصلة هناك أسباب تمنع أم الجيه من الحضور ليس مطلقا ولكن في الوقت الحالي هل لا تزال تسألك؟ هل تعلمين ما المشكلة؟ بالرغم من حماستي الشديد كنت انصحها دائما بالصبر سأخبرك في الوقت المناسب فاصلة لأنني كنت متأكدة أنها ستأتي لذلك كنت أطلب منها الانتظار حتى حلول الوقت المناسب واعلمي أن الخير قادم أشعر بالسوء حزنت بالطبع أردت أن أفاجئ الجيه ولا أعلم كيف أخبرها في النهاي يعود قرار استعاد التواصل بينهما لهما إن لم تستطع أمها الحضور أرست لها رسالة أخير وآمل أن تتخذ القرار الصحيح بعد سماع الرسال وتصلح الموقف لننتظر النتيل لا يزال لدي أجل بعض الأمل أجل هذا صحيح لقد وصلنا أجل هل أنت متحمس أجل متحمس بالطبع وصلت أمي مرحبا عزيزتي اشتقت إليها كثيرا بالطبع سعدت بأنها ستقضي معنا أسبوعا عزيزتي تعني أمي كل شيء في حياتي أشعر بالأسف على من حرم من أمه سيكون محروما من السعاد والابتسامة وراح البال أم لجين زين وصفا تعالي يا أمي كيف حالكم فاصلة عندما أعرف أمي على أحد معارفي يجب أن أكون فخور بمعرفته فاصلة أعرفه على أمي قائل أجل يا أمي هذا صديقي بمنتهى الفخ هذه هدية مني ومزين يا لطفكما أشكركما آمل أن تعجبك عزيزتي رائع أشكركما جزيلا هذا لطف بالر على الرحم ليباركك الرب شعرت بشوك لأمي لأنني لم أرها منذ فتر شعرت بأن حنان الأم لا يعود لا يعود وبعدها انفعلت كثيرا لأنها لحظة جميل سنقيم اليوم حفلة وديع كريس للعزبية وأنا متحمس لأنني لم أحضر حفلة وديع عزبية في دبي من قبل فاصلة نشكركم على تنظيم الحفل لا أعلم ماذا سنفعل لكنني شكركم إنها مفاجأ مفاجأ لم تتخطوى لشيء كلا إنها مهم فادي هو من ينظم الحفلات لم يحضر فادي حتى منظم الحفل لم يحضر فادي من ميامي إنه يجد الاحتفال أنا متأكد من ذلك لا بد أنه سيجلب شيئا مبهرا المسيب سيجلب لا أريد الفتيات لا أريد ذلك لا أحب ذلك لكنني ظننت أنني سأجد شيئا ما نحن والخدم لديك اليوم ما هذا ماذا نفعل سنحضر لك الطعام وسيحضر فادي أشياء أخرى نهض بسرعة ورحت أفكر فيما سيحضرون فيما سيفعلون خربوا حاملين الكعك والبسكويت والمكسرات ليس هناك شيء مميز أجل فاصلة عندما نلتقي لنقضي الوقت معا لا نتحدث عن زوجاتنا العلاقات بين الناس ليست طبيعية الآن إنها الطريقة الوحيدة لإصلاح الوضع وعدم التسبب الحرج للآخرين إذن كان يفترض أن ينظم فادي بعض الأنشط لا توجد موسيقى أو طعام كان هناك رقائق وفواكه مجففة ما هذا لكن الزحام في حي مارينا عجبا كانت من الثلاث الأوائل في قائم الحفلة الأغرب في حياتي أين المفاجأ لماذا لا يوجد سوى رجال هنا؟ لماذا تأخرت؟ ظننت أنك من ستحضر المفاجأ أتعامل مع مجموع رجال متزوجين أجل كيف حالك؟ جاء فادي في النهاي جلس إلى الطاول وكان يبدو أنه عائد من مباراة كرة سل نجلس دون فعل شيء وأتساءل عما يجري رائد أعمال ماذا سنفعل إذن؟ قالوا إنك نظمت الحفل أريد الخروج من حفل توديع العزوبية الشنيه هذا لا توجد موسيقى نحتاج إلى شيء يضيف حيوية إلى الحفل سأغني إن أضطررت إلى ذلك أمسك برجله احمله مهلا لن تلقوا بي أمسك برجل مهلا يجب انهض لا أستطيع أمسك بالجانب الآخر أمسك برجل هيا واحد اثنين عجبا حفل توديع العزوبية في كلمتين ممل ومؤلم أيمكن أن يسوء هذا الحفل أكثر المسكين حفل يوم المرأة الذي تنظمه لجين يقترب وستقيم فيه مزادا لذلك أفكر فيما سأتبرع به طلبت من فرحان وزين أن تأتي لمساعدتي وأخذتهما إلى المكان الأعلى قيمة في منزلي وهو خزانتي اسمعن نصيح للرجال فاصلة إن أردوا إهداء فتا حقيب فيجب أن تكون حقيب شنيل أنا وزين تصالحنا مؤخرا تعاملنا بجن معا تعاملنا بعصبية شديد أظن أننا تخطينا هذه المرحلة ونحاول الآن العودة إلى علاقتنا الطبيعي لماذا لا تتبرعين بحقيب بيرد حقيبة صغير اختاري حقيبة صغير هل تعلمين مدى صعوب شراء بيرد لا تنظري إلى هنا انظري هناك كلا جديا انظري هناك أفضل التبرع بحلي زفافي هذه عزيز علي كفي عن النظر حقيبة صغير البرتقالي الأصغر حجما أصعب في الشراء ستصل بالرجل التعدي المزاد على أعلى أتريدين لعب هذه اللعبة معي يجب أن لا تخدش إطلاقا زين لقد انهارت جنة سأتسلق علي سأقفز علي هذا عجبا فاصلة الطفلة داخلية راحت تقول كلا هذه حقيبتي لا يمكنك أخذها انظري هناك تحب كل غرض تملكه وشعرت بأنها ستجد صعوب في اختيار غرض من خزانتها هذا الثوب مميز للغاية لأنه خطبت عدة مرات قبل زواجي بفهد ماذا قلت؟ خطبت عدة مرات عدة مرات على أي حال فسخت الخطبة فاصلة واشتريت هذا الثوب وأظن أنني التقيت بفهد بعد أيام من هذا وأظن أنه السبب وراء لقائي بزوجي المستقبلي إنه جميل إنه رائع ما رأيكما؟ إنه جميل لكنني أشعر بأن بيع الثوب سيكون أصعب هل كانت لتشتري ثوبا من مزاد؟ أجل إن كان جديدا أظن أن هذا ذا الثوب جلب للحظ السعيد وآمل أن يجلب الحظ السعيد لمن يشتريه أردت أن أقيم مزادا في يوم المرأة العالمي يخصص ريعه لتعليم الفتيات في الدول الفقير مرحبا انظروا إلى هذه الفتى المثير مرحبا يا جميل مرحبا ثوب جميل أشكرك مرحبا كيف حالك؟ تبدين جميل بخير أشكرك استلمت دعوة مزاد لجين عمران ورأيت أنها فرصة لأقول ما عندي كيف تجري التحضيرات؟ على خير حال؟ نرتدي اللون نفسه اليوم تبدين جميل كلا أنا متابع مرحبا مرحبا أحب زيك بالمناسبة لم أنزعج لوجود إبراهيم على طاولتنا أشعر بأنه من يجب أن يشعر بالانسعال كأنه غريب عننا كلا هذا يبدو مذهلا لماذا نجلس إلى هذه الطاول؟ لا أعلم كنا نجلس إلى طاولة واحدة مع إبراهيم وكان صامتا تماما للمرة الأول كأنه تلميذ في أول يوم مدرسة وتجلس أمه على طاولة أخرى كلا يا أمي لا تتركيني هذا واضح رائع صمت الجميع لأنكم تعلمون أننا سنبدأ مساء الخير أشكر حضوركم فاصلة في هذا اليوم الخاص يوم المرأة العالمي لأن حضر الزاوية الأكثر أهمي لدعم النساء هو التعليم لأن التعليم هو سلاح كما نعلم وكما نشأنا ما كانت هذه الفعالية لتتم لولا مؤسسة دبي للعطاء أشكركم سنبدأ على الفور ودون تأجيل لن أقف بمفردي هنا سيأتي مقيم المزاد كل أشكرك جزيلا مساء الخير سيداتي وسادتي هل لا نستعرض الغرض الأول فاصلة في مزادنا الليل هذا العقد الرائع يباع الليل سنبدأ بأربع صف 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 درهم هل سيقدم أحد أربع آلاف درهم درهم من السيدة الجميل أشكرك جزيلا هل لا أحصل على أربع آلاف وخمسمائة درهم سنبدأ بستة صف 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 درهم أي رد أحد أشكرك يا سيدي المزاد عبارة عن رغبة في المساعدة وهو أيضا تشجيع للناس السيدة في الخلف بأربع خمس صف صف درهم أريد أربع آلاف وستمائة ما يأتي إضافي إضافي ما يأتي إضافية يا سيدي وافق يا له من رجل غريب يلح على من يقدم عرضا أن يزيده درهم مائة وخمسون درهما مائتان وخمسون أجل من فضلك تسعة صف 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 تسعة خمسة صف صف آلاف عشر آلاف وخمسمائة درهم عجبا إنه بارع المزايد للأول على غرض رقم واحد واحد مقابل اثنى عشر ألف يا سيدي المزايدة كانت تنافسي أنا متحمس للغاية بيع بواحد ثمانية ألفا تصفيق حر للمزايد رقم أربع وعشرين أشكركم جزيلا أشكركم جميعا على الحضور والكرم قمتم بعمل رائع اللحظة الحاسمة هي نهاية الحفل التي نعلن من خلالها عن المبلغ الذي جمع اليوم مجموع التبرعات مائة وواحد وخمسون ألفا أشكركم جميعا سيتكفل هذا المبلغ بتعليم مائتان وثمانون فتى في الدول الفقيرة لعام كامل أعود إلى منسلي الآن وأنا مرتاح أشكركم جزيلا فاصلة لا أحب التحدث أمام جمع من الناس لكن هذا شيء كانت مضطرا إليه يجب أن يلفت الانتباه دائما ها نحن أولاء لم يستطع التزام الصمت لوقت طويل يجب أن يفتح فمه مرحبا ماذا حدث له مرحبا لا تستخدم المايكروفون لا تستخدمه فاصلة يريد إبراهيم أن يوصل رسال لكنني لا أستطيع فتح قلبه والاطلاع على نواياه سيداتي وسادتي من دواعي سروري أن أشارك في هذه الفعالي بين الضيوف الكرماء أود أولا أن أشكرك لجين عمران فاصلة وأريد أن استغل هذه الفرصة لأشكر أمي المرأة التي ربتني دائما على التواضع والعطف والتعامل بلطف مع الجميع دون تمييز فاصلة بعد تفكير طويل علمت أنني لست شخصا مثاليا أنا إنسان وأقع في الأخطاء لا أعلم فيما كان يفكر وكما تعلمون حدث خلاف بيني وبين زين قاد إلى حادث مؤسف يا للهول فاصلة أريد أن أوضح أنني لا أقبل العنف بالأخص في حق النساء لذلك استغل هذه الفرص للاعتذار علانية على ما حدث يا إلهي فاصلة بالرغم من أنني لم أكن المعتدي فعطفي أكبر من اعتدادي بذاتي وإن قبلت زين بالصلح فلن أتردد ثاني أعترف بأنها حرك شجاع أن يعتذر على خشب مصرح أمام حشد من الناس ترجمة نانسي قنقر